العودة وجد وقال 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 نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه اللهم اغفرنا والشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين الكرسي قال محمد والقول أبي سنة إن الكرسية بين يدي عش وإنه موضع قدمين نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقمة للمتقين ولا عدوان إلا عن الظلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يرحم الراحمين يا رب العالمين هذا باب الخامس من هذه أو الأصول التي أصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زمني باب في الإيمان بالكرسي تكلمنا في حصة الماضية عن العرش وهنا الكلام وجاءت بعد الروايات مرقات والمرقات كالشيء المدلى يسمى مرقات فمعنى أنه بين يدي العرش وإنه موضع القدمين وهذا قول ابن عباس قول ابن عباس وعليه إجمع السلف ولذلك مذهب السلف أكتب من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم واقتدى بسنتهم واقتدى بسنتهم أن الكرسية جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه وهو موضع القدمين للباري وهذا دلت عليه الأحاديث والآتار والإجماع ولغة العربي فمن الأحاديث والآتار حديث أبي ذرين وإن كان الحديث التي سيستدل به المؤلف متنو صحيح لكن ضعيف جدا كما سنبينه أما حديث فلا غبار عليه قال دخلت المسجد الحارام فرأيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما أيما أنزل عليك أفضل أيما أنزل عليك أفضل قال آية الكرسي وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة إذا من الكرسي يسع السماوات والأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة يعني معنا الكرسي نفسه حلقة ملقاة في فلات بالنسبة لمن؟ العرش لا إله من الله بالنسبة للأثر هذا القول قال به كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعود وأبو مصر الأشعر ومن التابعين مجاهد وغيرهم ولذا ذكر كثير من أهل العلم أن هذا القول قد حصل عليه إجماع السلفي ما هو القول؟ أن الكرسي بين يدي العرش وهو موضع القدمين وحتى في اللغة فاللغة أو في اللغة لا يعرفون معنى الكرسي إلا أنه الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه نعود فاللغة لا يعرفون معنى الكرسي إلا أنه الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه هذا هو الكرسي فمجيش تقول أن الكرسي هو العلم وتستدلنا بحديثة وتنسب القول لابن عباس كما يفعل المؤولة ونسبة القول إلى ابن عباس لا يصح فهمنا؟ سيأتي هذا وسنذكره حينما نأتي على ما ذكره المعلق أو المحقق بالأحرى الآن الحديث قال ترجي الحديث قرأ وحدث من إصحاق عن أحمد بن خارب عن أبي بكر عد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حثثنا عبد الرحمن بن محمد بن محاربي عن ليثم عن عثمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة ويكل مرآة البيضاء وذكر الحديث وفيه إما الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واضيا من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة عبط من العديين على كرسيه ثم حف الكرسي بمناغر من ذهب مكللة من جوهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها نعم أورة المصنف طبعا هذا الحديث وقال حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أغلب ما أسنده المؤلف أو المصنف بنسبة إليه فيه نظر لذلك قلنا القاعدة أننا قد يكون الحديث في الصحيح لكن بسند المؤلف فيه آش سند الذي فيه ضعف ليس الحديث فمن القصد لا أسمع أنه في البخاري تقول كيف يضعف لا ما ضعفناش الذي في البخاري الحديث لا يضعفون ما في البخاري إنما يضعفون آش سند الذي هو آش للمؤلف فمن القصد الآن هنا لا هذا ليس بشي صحيح فقال حدثنا عبد الرحمن بن محمد محاربي وهو مدلس هذا عن ليت عن عثمان وعثمان هذا ابن عمير وهذا ابن عمير ضعيف بل البخاري يقول فيه منكر الحديث قال عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا وحينما نقول ضعيف جدا لا ينجبر بالنسبة للسند لا للمتن ولذلك قالوا ومتنه صحيح لأن لهذا المتن سندا آخر له برع عليه أو بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن قد يكون الحسن لغيره أو الحسن لذاته مش تعرف لذاته لغيره كذا حتي جيك أش مصطلح الحديث وذك لمخوا وعلم آخر مهلا مستعد طيب قال هنا أتاني جبريل بالجمعات قال وهي كالمرآة البيضاء في بعض الروايات كهيئة المرآة البيضاء هذا أقرب كهيئة يعني جبريل كهيئة المرآة البيضاء وإحنا لا يشكال فيها كما قلنا أن الملائكة وعقيدة أهل السنة أنهم يتشكلون يتشكلون أعطاهم الله عز وجل القدرة يتشكلون بها تشكل جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات على صورة بشر منها دحية الكلبي قلنا لا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته مرتين له ستمئة جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد سدى الأفق الشاهد قال أتاني جبريل الجمعة وأكالمرآة أو هي كالمرآة البيضاء بمعنى هي كالترجع إلى الجمعة وذكر الحديث وأتى بالشاهد قال وفيه إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في جنة وايديا من مسك أبيض وهذا وارد لأن الأودية لها أسماء وحتى صيفات فهذا الواد ود مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة ونحن نعرف يوم الجمعة هو يوم سوق في الجنة الجمعة يوم سوق لذلك يذهب الرجال ليقابلوا رب العزة سبحانه فتكون الرؤية هناك فيزدادون جمالا فحينما يعودون إلى الحر العين زوجاتهم فتقول الحر العين أي الزوجة لزوجها لقد جئت أحلى من الأول يعني ازددت جمالا فيقول هو المثل لأنها سبحان رضيما لا يوجد صورة واحدة لا يوجد جمالا لا نهاية هذا هو لا ينقطع عطاءاً غير مجدود بمعنى غير مقتوع إذا المعنى ما مجعلنا من أعجين يارب قال فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه الشاهد عندنا هو إتبات الكرسي ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهاري ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها ولا شك أنه جلوس النبيين وجلوس حتى آش بعد ذلك كان محصوراً لكن في الروايات التي في الجنة وصفة الجنة وأهلها ففيها أنه آش كل منهم من يجلس على كتبان وعلى آش من ذهب وزبرجد ومنهم من يجلس على كل بحسبه كل بحسبه والكل راض والكل نعم وحدثني أبي عن علي بن حسن عن أبي داوود عن يحد بن سلام قال حدثني معلم هلاب عن عمار النبدوني عن سعيد بن جبير عن ابن عداسي رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه لا إله إلا الله في الرواية وَلَا يَقْدِرُ قَدَرُهُ إِلَّا اللَّهِ وَلَا يَقُلُ وَلَا يَعْلَمُ قَدَرُ الْعَرْشِ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهِ طبعاً هذا الأثر هو حسن موقوف عن ابن عباس وإسناده منكر ما هي مشكلة؟ الأثر صحيح لكن الإسناد منكر لماذا؟ لأن فيه المعلى ابن هلال والمعلى ابن هلال هذا كذاب بالاتفاق كذاب بالاتفاق قال عن عمار بن الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم ذكر أن الكرسي الذي وسع السنة لأن الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض معناه أن السماوات السبع والأراضين السبع وكل ما خلق الله عز وجل يسعوها آش الكرسي يسعوها كرسي والكرسي موضع القدم لا إله إلا الله والله فوق العرش بائن من خلقه أي عظمة هذه؟ لا ترى السماوات قد تخلقها كنا لا ترى السماوات لا ترى السماوات لا ترى السماوات ما بين السماء كمان مرة معنا خمسمائته نهيك عن سمك السماء نفسها فأي علوين هذا؟ ثم أراضين مثلهن كما خبر الله عز وجل كل هذه المخلوقات العظيمة يسعوها آش كرسي إذن خلق عظيم والكرسي حلقة في أرض فلت سبحانك ما أعلمك لا لا ما قدرنا الله حقه أدريه ما مشتعل قال بموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه لأننا قلنا إذا كان الكرسي يسعو هذه السماوات أو الخلق كله يسعوما الكرسي فكيف العرش وهو مخلوق من المخلوقات لا يعرف قدره إلا خالقه أنه ن��� وحدثتيني أحمد بن الطرم عن إعناقي عن نصر من مرضوخ عن أسد عن يوسف زياد عن عبد المنعم لإدريس عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطلح فيه الثواب مثل ما في راحكم هذا ومن ذلك المحر غرق الله قول نوح وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعداد ينزل قبل يوم القيامة فيغرق لي من يشاء فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي كله منكر المثل منكر لأنه ذكر أشياء تخالف ما في الكتاب والسنة الله عز وجل يذكر على مسألة الغراق قوم نوح إنما كان من السماء والأرض هو يقول هناك بحر هو الماء موجود نعم لا شك يعني سيأتينا قبل العرش وكان عرشه على على الماء لكن بحر كبحريكم وحيتان هذا يحتاج إلى دليل لأنه أمور غيبية والأمور الغيبية لا يستند عليها بماذا إنما تحتاج إلى دليل صريح واضح لأنه مسألة غيبية فالله المستعال لذلك الأثر هذا موضوع لذلك قال أهل العلم أنهم لم يجدوا له مسندا يعني أشيء يذكر في الوصف حتى يقال يعني ليس هناك من صنف وذكر هذا الحديث وبسبب عبد المنعم بن إدريس وهذا كذاب والضاعف كذب المختلق مصنوع ذلك الموضوع دعنا منه واخرأ من يكون الحديث ضعيف نشرح لا إش كان قد يكون فيه لكن لما يكون الحديث موضوع من أصل فنعرض عنه في الصحيح غنيا ويكفي أن قول الله عز وجل يتباتي الكرسي والشعاء كرسي والسماوات والأرض والحديث الذي هو حديث أبي ذر واضح وصحيح يكفينا هذا لا نحتاج إلى أن نأتي بماذا نعم وحدثني أسد بن موسى قال حدثنا حمال بن مسلمة عن عاصم عن زر أن نعرض الله إلى مزروب قال ما بين سماء الدنيا والذي تليها مسيرة خبس مئة عام وبين كل سمائين مسيرة خبس مئة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خبس مئة عام وبين الكرسي والعرش والماء مسيرة خبس مئة عام والعرش فوق الله والله فوق العرش وهو يأل ما أنتو العلي نعم مستعن طبعا هذا الأثر حسن وإن كان في السند ما فيه هو لضعف عاصم وعاصم هذا ابن بهدلة ابن نجود صاحب القراءة قراءة عاصم كان إماما في القراءة لكن في الحديث له أوهم له أوهم ولذلك الضعف جاء من جهته فقال هنا عني بن الله بن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمس مئة عام هذا قد مر معنا وبين كل سماء المسيرة خمس مئة عام والسماء السابعة وبين الكرسي إلى آخره الشهد عندنا هو إثبات ماذا؟ الكرسي وقلنا بحسنه لأن الدهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوب قال إسناده صحيح وصحهه الشيخ الألباني في مختصر العلوب وحسن إسناده كذلك أحد ثلامية الشيخ الذي هو حسن مشهور وكفى بذلك تحسينا أو تصحيحا نعم أي نعم لا شك قوله باب الإيمان بالكرسي وقوله باب الإيمان بالكرسي يعني وأنه موضع القدمين مسألة اعلموا رحمه الله وإياكم أن بعد أهل العلم ذهب إلى تفسير الكرسي بالعلم انتبه إذن عرفنا أن الكرسي هو موضع ماذا؟ والكرسي معلوم ما يعتمده ويجلس عليه نعم تفسيره بالعلم هنا سننظر ونسبوا هذا القول إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكنا أن نعاش نسبته إلى بن عباس لا يصح لا يتبت بل هذا القول هو قول جهمية قول أن الكرسي هو العلم قول الجهمية وأول الكرسية بالعلم وأول العرش بالملك فنفأ الكرسية ونفأ ماذا؟ آل عرشا وهذا هو القول الأول زيد قال الشيخ الإسلام نتينية رحمه الله تعالى وطائفة اشتبه عليها تفسروا الكرسية بالعلم هو يرد الآن يرد على من قال أن الكرسي هو العلم مع أن هذا لا يعرف فيه غذبته والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء أولا فلا يخص علمه بالسماوات والأرض قال رحمه الله تعالى والمقصود بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم ويعلم ما كان وما يكون فليس فيه تخصيص علمه بالسماوات والأرض مدع نعم لأنه لا يعزب عنه شيء فليس للسماوات والأرض خاصية حتى يذكرون آش من دون بقية الخلق ولا لهذا مرير في القرآن فالرب عز وجل لا يذكر اختصاص علمه بذلك قد قال رحمه الله تعالى وهذا وإن كان من روالة جعفر بن أبي مغيرة عن سعيد جبير عن ابن عباسي رضي الله عنهما الثابت عن ابن عباسي رضي الله عنهما بالرواية الثوري عن مسلمين البطين عن سعيد جبير خلاف هذا قال الكرسي موضع القدمين أيضا معناه لا نترك الصحيح للضعيف عندنا الصحيح الذي هو آش رحمك الله الصحيح المنشوب لابن عباس أن الكرسي موضع القدمين فلا نحيد عن هذا إلى قول لا يصح البتة وهو أن نقول أن ابن عباس يقول أن الكرسي هو ماذا؟ العلم وخصوصا أن الرواية أو السند أهالك هذا القول الثاني القول الأول لأشن هو؟ الكرسي هو العلم طائفة أخرى هو هذا الغيبون الآن قال رحمه الله تعالى فتنازع الناس في الكرسي فهو العرش أو دون العرش أقرب من هذا فإن هذا له التسام عندما قال الكرسي هو آش هو العرش والعرش هو آه الكرسي زين قال رحمه الله تعالى وأما تسميك العلم كرسيا هذا لا يعرف في اللغة ولكن بعضهم تكلف له من قولهم كراس وهذا القول حتى تعرفون أنه نسبا إلى الحسن البصري نقل عن الحسن البصري أن الكرسي هو العرش ولا يصح ولا يصح ذلك يعني النسبة إلى حسن البصري لا تتبت وكراس غير الكرسي فإن قدر أن يسمى الكرسي كراسا فهو الكتاب فيكون التقدير وسع كتابه السماوات والأرض وهذا أبعد من مضي العلم فإن كتابه ما فرط فيه من شيء كل شيء نحصيناه في إيمان مبين تسمية العلم كرسيا والكرسي علما هذا لا يتعرفه أهل العرب قال رحمه الله تعالى وإشباه الإضافي ليس له ضابط أصل فهو الرجيس الإتقاذات الفاسدة والخواطر الإبانية الله أكبر تالية الأقوال المرد بالكرسي قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض وهذا كذلك بعيد فليس الكرسي مخصوص باش بقدرة بمسك السماوات والأرض والمرد بالكرسي وهو القول الرابع هو الفلك الثامن أو التاسع الله المستهد وهذا ما يسمونه بفلك البروج وهذا قول الفلاسفة وقولهم هالك لأن ليس هناك آش كرسي يسمى فلكان أما الخامس أن الكرسي جسم مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه وهو موضع القدمين للباري هادي شكلام من هذا هو اللي قلنا في الأول كلامه السلاحي والمستهد أنا مستهد والعرش أعظم منه سيدون ديرد ما هذا كلام طويل بعمل إيمان من الحجام طيب نكتفي هنا إن شاء الله تعالى سبحانك الله وحمدك شب الله إلا أن تستغفروا كوعدت وضع إليك